أرجع لحضرتك أستاذ السيد وعمر كنا بنقول إن إحنا يعني مستنين الناس تسألنا على يعني استفساراتهم فيما يخص القبول فعمر بيسألنا عن تنسيق طلاب المصريين الحاصرين على المعدلات العربية والأجنبية بيقول إن النتائج بانت وخلصوا متحانات فإمتى التنسيق بتاعه؟ طبعا بالنسبة للشهادات المعدل العربية والأجنبية دي اللي هم مرحلة تنسيق خاصة بيهم ده ما لهمش دعوة بالسنوية العامة إحنا بيفتح لهم مرحلة محررة خاصة بشهادات المعدل العربية والأجنبية إن شاء الله من المتوقع بإذن الله على نص ثمانية إن شاء الله بإذن الله على نص أغسطس هنفتح لي جميع الشهادات المعدل العربية والأجنبية عشان في بعض الشهادات طلعت فعلا زي ما تطلق زي ما اتنين عمر بيقول وفي بعض شهادات بعض الدول لسه ناتجهم مزاريتش عشان الطلبة دي كلها بيكونوا مع بعض لأن تنسيق كلهم مع بعض كمان طيب عايز أروح مع حضرتك النتيجة بتبان وفي طلبة بتروح تعمل تظلم ويبقى لها درجات وفي طلبة بتأجل دلوقتي بقى عندنا تأجيل المادة وبياخد فيها الدرجة الكاملة لو أخد فيها الدرجة الكاملة للدور التاني وفي طلبة بتعدي سنقولها كلها وتبقى عايز تحول لكلها تاني اللي أخد درجات تظلم واللي حول من كلها لكلها تانية تاني سنة واللي كمان يعني كان عنده دور تاني وخلصه ده وضعه إيه؟ تنسيه إيه؟ هيقدم إيه؟ بالنسبة لطالب الدور التاني بيترشح وفقا لمجموعه احنا طبعا الحد الأدنى المعلن في المرحلة الأولى مثلا أو التانية وده دور تاني بيترشح وفقا الحد الأدنى مجموعه ماهما كان مجموعه لو كان جايب حتى 100% فبيترشح وفقا لمجموعه وتاعه يعني مش كونه دور تاني أو مأجل مواد بالطالب بيخش بيحتفظ بمجموعه وبدراجاته وبيدخل وفقا ومكانه محفوز ومكانه محفوز وفقا لمجموعه اللي ترشح عليه زميله وفقا لزميله المناظر ليه في مجموعه ده حقه هياخده يعني وهيقدم إمتى يعني؟ ده احنا بنعمله مرحلة اسمها المرحلة التالتة دي بالنسبة للدور التاني وبقية الناجحين من الدور الأول بنسبة للطالبة بتعود الدور التاني لو طالب مأجل ما يلاقش هياخد حقه وفقا للمجموع والحد الأدنى المعلن بالنسبة لي طيب اللي كان عنده تظلماته دي يعني التظلمات طبعا زمان على قيبنا التظلمات نتاكده كان بتبانو احنا في آخر سنة في الكلية لا لا التظلمات دلوقتي الموضوع بأطلع منك لا التظلمات بتيجي بسرعة التظلمات بتيجي بسرعة ومجرد بتيجي مثلا طالب لو جاله أي تظلمات أو زيادة درجات بيطلع للرغبة الأعلى فعشان كده ياريت الطالبة وهو هم بيكتبوا رغباتهم يحدد الرغبات بتاعته لأن الطالب أما بيطلع مثلا والطالب مثلا كان في كلية علوم ما هيقه وجاله زيادة درجات هيطلع مثلا لكلية أسنان أو صيدالة يبقى محدد ومحدد الرغبات بتاعته انها بينتقل للرغبة الأعلى أوتوماتيك يعني الموقع اللي بيعملها وفقا للي زيادة الدرجات اللي بتجي له طيب يعني برضو حتى لو أنا خدت درجات هيكون الموضوع اللي علاقة بترتيب ما فيش طلب هيظلم أبدا يعني ترتيب اختياري للكليات في الموقع الإلكتروني ترتيب الرغبات بتاعته اللي الطالب عاملها بنفسه مش حد عاملها له مش مسألة انه أخطر روح فين لا هو وفقا لترتيب الرغبات بتاعته طيب كمان عندنا مونة بتسأل موعيد انتحان القدرات في نون جميلة وفي نون تطبيقية لطلبة السنوية البريطانية وهو موعيدنا هتكون مختلفة عن موعيد السنوية العامة اه احنا بنعمل طبعا مرحلة القدرات اللي بدأت اللي هتبدأ بكرا ان شاء الله من يوم 25 7 لعند 6 8 8 لطلاب السنوية العامة بالنسبة لطلاب شهادات المعادلة والعربية والأجنبية بنعملهم مرحلة اختبار قدرات منفصل لهم لوحيدهم وكذلك بنسبة لطلبة الدبلومات الفنية بنعمل لهم مرحلة اختبار القدرات لوحيدهم ما فيش طالب هيظلم يعني احنا كلنا فيه طبعا تقليبة معالي الوزير احنا عندنا جدوى الزمني لجميع لجميع مرحل التنسيق الاختبار القدرات مرحلة أولى ومرحلات تانية وقدرات بالنسبة لشهادات المعادلة العربية والأجنبية وقدرات بالنسبة للدبلومات الفنية كل طالب بياخذ حق